بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشوف المرسلين أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وأستاذ الأهلي النهاردة نكلم مع حضراتكم على أفريقيا يا أهلي نهاردة عندنا هاشتاج أفريقيا يا أهلي لسه الأماني ممكنة لسه نادي الأهلي قادر على حصد البطولة التاسعة نادي الأهلي وعرش القارة ألا سمراء 19 مرة نادي الأهلي عنده 19 بطولة أفريقية ابتدت في 1982 وفي 8 بطولات الدورة أفريقيا ما فيش أي بطولة منهم كانت سهلة الكل بيقول أن في بعض الأوقات نادي الأهلي عنده دورة أفريقيا كتير وكان ساعتها الأجيال جمدة جدا والبطولات كانت سهلة والنادي الأهلي كان بيأخذها منتظر سهولة الكلام ده غير صحيح بالمرة النادي الأهلي ما فيش بطولة دخل فيها في دورة أفريقيا أو حتى في الدورة العام أو في مسابق كاس مصر وكانت سهلة كما يتخيلها البعض النادي الأهلي على مدار تاريخه دائم أنه يحصل له بعض المشاكل من ناحية الفنية لما بيصابوا اللعيبة من كل النواحي من النواحي السياسية قلت الحراكة قبل كده في 1881 النادي الأهلي وصل لسيمي فأنا كمل لعب شبيبت القبائل وما كملش البطولة بسبب استشهاد الرئيس السادات إذن النادي الأهلي عبر تاريخه وعبر بطولاته وإنجازاته لم تكن دائما الرياح تأتي بما تشتهى سفن الأهلوية من خلال مشواره في البطولة ودائما في صعوبات عشان كده بتحس بقيمة البطولة وتحس بقيمة الإنجاز لما بيحقق في النهاية نادي الأهلي على مدار تاريخه مر بالعديد من المراحل الصعبة ولكن إزاي يتخطى هذه المراحل إزاي بقت لجمهور النادي الأهلي اللي شفناه مبارح ودعمه للفريق مشهد لم يحدث أو لا يحدث إلا من جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي يخليك تبقى أهلاوي يحسسك بقد إيه قيمة وقيمة ومعنى النادي الأهلي ويعني إيه قيمة أنا بعشق النادي الأهلي يعني إيه جمهوره ده حماه يعني ايه على الحلوة والمرة معاها ده مش مجرد كلام وأغاني ده كلام فيه كل المعاني المعاني اللي بتأكد كل كلمة وكل حرف في هذا الكلام مشهد جمهور النادي الأهلي مبارح فيه ملعب برج العرب حاجة الواحد يفخر بيها جمهور النادي الأهلي كان دعم للفريق من قبل المباراة ما تروح شوفوا الجمهور كان متواجد من الساعة كام وابتدت اللقاء ابتدت تشجيع لم ينقطع حتى بعد تسجيل النادي الأهلي اللي هدف التشجيل ازداد ما قالش وحينما استقبل مرمى النادي الأهلي هدف التعادل التشجيع برضو ازداد وبعد المباراة المشهد بعد المباراة لما نادوا على كل لعيبة النادي الأهلي عشان يرجعوا لمرة تانية يفكروهم بأن روح الفلنة الحمراء شيء لا نفقده أبدا يفكروهم بأن النادي الأهلي دائما وأبدا قادر على صنع الفارق قادر على العودة مرة أخرى وهي كلمة العودة أو الكمباك في الكرة المصرية بعنوان النادي الأهلي يعني كلمة العودة على مدار التاريخ بص المشهد اللي كنت بتكلم عليه مع حضراتكو المشهد ده هو اللي بيعبر لك قيمة ومعنى جمهور النادي الأهلي ده حما ده اللي بيبرز لك عظمة الأهلي مع عظمة الأهلي في حاجات كتير في مجالس إدارته في نجومه والكبار في رموزه في مبادئه في أقلاقه وأيضا في جماهيره لأن جمهوره هو المحرك الأساسي الشيء الداعم للفريق المحرك الرئيسي لكل حاجة أنت بتشوفها في الملعب لعيبة النادي الأهلي لما بتشوف الجمهور ولعيبة المنافسين حتى لما بيشوفوا جمهور النادي الأهلي بيبقى بالنسبة لهم الإحساس مختلفة تماما مشاهد جميلة قدي كنا حاسين بأن النادي الأهلي بجمهوره بيدي رسائل لمسؤولي الدولة على عودة الجمهور مرة تانية وجمهور النادي الأهلي حتى في المحن موجود مع الفريق حتى في المحن بيواسي حتى في المحن واثق من العودة وعايز أقول لحضراتكم هبتدي برضو كلامي مع حضراتكم في هذا اللقاء بجملة آلها كانت حسام بدري في أحد المؤتمرات الصحفية لما كان في تونس وعقب التأخر بهدفين مقابل هدف في تونس وبعد كده جيه إلى القاهرة ثم لعب الرجاء وحصل إصابة حسام عشور وقال وعصى أن تقرأه شيئا وفعلا وعصى أن تقرأه شيئا وهو خير لكم نادي الأهلي أربع مرات يتعادل واحد واحد ويقود مرة أخرى ويفوز بالكأس حتى خارج الديل لو تفتكروا بتولة سونداونز في 2001 النادي الأهلي تعادل هناك واحد واحد ثم عاد وفز في قاهرة ولكن هتقول لي طب ما هو ده يا جماعة يا عم ده حتى بتتكلم احنا كنا متعدلين هناك ورجعنا هناك سيبنا وعملنا والأرض والجمهور والشحن والكلام ده كله طب ما النادي الأهلي عملها بعد كده كذا مرة مش مرة واحدة فكر حركه ب2006 نادي السفاكسي التعادل مع النادي الأهلي كان أبو تريكا جاب جون كان فاول ورفع كرة حتى ما كانتش ملعوبة ناحية يعني ما كانش يقصد أنها تروح في الجون وإيه برفعته طبعا فلافيو اتجه وكان مع المدافعين الكرة دخلت فيه المرمى ثم تعادل الليئة السفاكسي اللاعب لا سي كواسي في هذا التوقيت كان حتى أنيس بوجلبان وكان عب كريم النفطي وكانت فرقة السفاكسي من فرقة الجامدة أو في تونس ونجوم منتخب تونس والشحن وإلى ذلك وكله قال خلاص البطولة انتهت ثم ذهب النادي الأهلي ونجومه قال كبار إلى سفاكس في تونس ابتدى حتى اللقاء بكذا سيناريو وفي الأخير حتى دقيقة تسعين ابتدى ميستر مانويل جوزيه أنه يسحب كل أوراقه بقى ويغيرها لطريقة الهجومية حتى لا تتزاكب بس هنا واحد من جمهور النادي الأهلي اللي بيعمله ده معنا أنا بس هستأذن مخرجنا يجيب اللقطة اللي فاتت لأن اللي بيعمله ده معنا أنه ما فيش مستحيل واحد على عكزين وبينطط كورة هذه الصورة مرة تانية ده بس عشان تعرفوا أنه ما فيش حاجة اسمها مستحيل ومع النادي الأهلي تعلمنا من 110 سنة كل الأجيال اللي سبقتنا واللي سبقت اللي سبقتنا واللي سبقت اللي سبقت اللي سبقتنا النادي الأهلي ما فيش مستحيل واحد بعكزين بقدم واحدة وبيعمل كنترول أو بينطط الكورة في ناس مش برجلين بس يعني أصحاء ما بيعرفوش يعملوا ينططوا الكورة كده ثلاث مرات أو يعملوا له كنترول ثلاث مرات ده يبهي لك أنه ما فيش مستحيل عاستم لحاجة هتعمل لو مصمم على شيء وعندك هدف هتوصل لو أنت في إيمانك وبتأديرك وبشغلك وبمجهودك وبفكرك قادر على أنك تحقق هدفك وهو ده معنا النادي الأهلي معنا النادي الأهلي كنت باشرح لحضراتكو ماتش صفاقسي وإزاي النادي الأهلي قدر في هذا التوقيت أنه يرجع مرة تانية بالكاس حتى بعد ديئة تسعين كان خلاص لعيبتت صفاقسي وأنيس برجلبان قال لك أنا خلاص ابتديت أبصي للجمهور بتاعنا وخلاص هنبتدي بقى نحتفل والبطولة والكورة ابتدت حتى من الدفاع النادي الأهلي من كابتن شادي محمد وراحت ملعوبة متعب وفلافيو ثم بعد كده محمد أبو تريكا بشمال واللي هو ما بيشوتش بشماله كتير ويحرز هدف الفوز للنادي الأهلي عشان النادي الأهلي يعود بالكاس نفس الشيء حصل مع التراجي التونسي في بطولة 2012 الله حاركوا تتذكروا النادي الأهلي تقدم به هدف السيد حمدي وتعادل التراجي التونسي وكل قال إن خلاص التراجي خد البطولة وموسائل الإعلام هنا وهناك والكل والبطولة صعبة جدا وعلى فكرة في هذا اللقاء برضو هفكر حضرتكم لقاء الإياب في نهائي دورة أبطال أفريكا 2012 حمد بطريكا لم يلعب هذا اللقاء حمد بركات لم يلعب هذا اللقاء سيد معود لم يلعب هذا اللقاء سيد حمدي وجده كان بك شمال أحمد شديد إيناوي والنادي الأهلي بيمن حضر كسب البطولة وخد بطولة دورة أبطال أفريكا محمد ناجي جده وليد سليمان وحدة من أفضل لقاءة النادي الأهلي عبر تاريخه وأفضل للنهايات في تاريخ دورة أبطال أفريكا أنك تروح تلعب فرقة في أرضها وتكسبها وان سايد جيم النادي الأهلي قادر وبقول لها حضركم مين اللي مكانش بيلعب بتقول لي بطريكا وبركات ومش عارف إيه والناس التقال اللي كانت بتلعب في النادي الأهلي آه بس الناس التانين اللي موجودة في قائمة النادي الأهلي وكان الكابتن حسان البدري مدير الفني النادي الأهلي الآن هو نفس المدير الفني في هذه الفترة والنادي الأهلي قدر أنه يكسب الترجي مش بس بس كور جميل لا وان سايد جيم أدي جماعة أدي بركات على مقاعد الاحتياط وأدي دومينيك وأدي أبو الصعود وأدي رامي ربيع كالنسة في شباب وأدي اللقاء اللي بكلم حضراتكم عليه نهائي دورة أبطال أفريقيا النادي الأهلي والترجي التونسي النادي الأهلي بمن حضر وأدي الشغل اللي موجود أدي السيد حمدي اللي كان واحد من نجوم هذا اللقاء وحتى المدير الفني للترجي كان ساعتها على فكرة نبيل معلول ممدير الفني منتخب تونس الوقت ودي عبدالله السعيد وحسام عشور ودي الهجمات اللي النادي الأهلي أحمد فتحي في الجبهة اليوم أنا بقول له حركه أبو تريكا وبركات وساد معاود لم يلعبوا كل دول يعني دول فرقة لوحدهم كل دول فرقة لوحدهم والنادي الأهلي بروح الفلدنا الحمرة بالترتيب الصح بالتجهيز الصح مع دعم الجمهور والكل وراء الكيام وراء شعار النادي الأهلي النادي الأهلي حقق البطولة اللي كان الناس شايفاها صعبة بل مستحيلة ودي نبيل معلول المدير الفني ودي يعني سير المباراة أنت شايف أنت بتلعب الترجي فين وأنا عمال أتفرج على معز بن شريفية حارس مرمى الترجي ما شفتش حارس مرمى النادي الأهلي كان في وقتها شريف إكرامي في هذا التوقيت برضه ودي النادي الأهلي والسيطرة وبمن حضر بنعرض لحضراتكو حتى ملخص للقاء عشان تفهم أن النادي الأهلي مع التصميم مع الأسرار حتى في أصعب الأوقات قادر قادي سيد حمدي وطرئيسة وليد الهشري الشهيرة والهدف الأول محمد نادي جده للنادي الأهلي ودي احتفال جده والسجدة الشكر اللي النادي الأهلي استطاع بعدها أنه يعود بهذه البطولة كل هذه الأمور بتلخصك يعني إيه معنى النادي الأهلي يعني إيه ما فيش مستحيل يعني إيه النادي الأهلي قادر على العودة بإذن الله من المغرب متواجد بطولة كاقس أفريقيا قد تسعة وأفريقيا أهلي أعيز أخذ حضراتكو لتصرحات الكابتن حسام البدري ونرجع ونكمل كلامك